شهدت مدينة العالمين الجديدة المؤتمر الصحفي لإعلاني تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما والتي تأتي تحت شعار 60 سنة دراما ويهدف مهرجان القاهرة للدراما في هذه النسخة للاحتفال برموز مصر في مختلف المجالات بهدف دعم أبرز صناع الدراما مش هتكلم المرة دي على المهرجان لأنه هو في وقته إن شاء الله يوم 24 أكيد ربنا هيلهمني أقول إيه يعني لأنه هو كل حاجة معروفة عن مهرجان الدراما في المهرجان السنة دي عملنا جايزتين جايزة لين التحكيم وأيضا جايزة للجمهور إنه يقدر الجمهور عمل جماهيري ياخد جايزة لأنه ده مش قليل بقى الدورة دي بعنوان ستين سنة دراما إحنا بعننا ستين سنة منذ انطلاق أول عمل يعني قد في عمل مش كبير قوي لكن العمل الكبير اللي إحنا وصقناه هو مسلسل هارب من الأيام للمخرج العظيم الراحل أستاذنا نور الدمرداش ومن سنة اتنين وستين النهاردة احنا بنحتفل بمرور ستين سنة على الدراما المصرية التي جعلت من مصر هوليود الشرق وجعلت الفن المصري هو الفن الرائد في المنطقة العربية فبنحتفل بستين سنة من عمر الدراما المصرية وهيبقى في محطات رئيسية في المعرجان وتكريمات لرموز أعطت وأبدعت وشكلت وجدان الأمة العربية بإبدعتها من ممثلين أو مخرجين أو كتاب أو كتاب السيناريو أو المصورين أو كل المجالات المختلفة في صناعة الدراما الشركة المتحدة داعمة للدراما وداعمة للفن مش عاديين بس نشكرها على وقفها مع مهرجان القاهرة للدراما لكن كمان احنا بنشكرها على مهرجان العالمين الحقيقة اللي أدهشنا جميعا بنوجه برضو الشكر مرة تانية للشركة المتحدة وبنوعدكم كمان إن شاء الله في الحفلة حفلة المهرجان يوم 24 إنها تبقى حفلة رائعة رائعة وإحنا محضر لكم إن شاء الله مفاجآت كبيرة التليق بالدراما المصرية وطليق بالفن المصري وطليق بمدينة العالمين مدى الفخر اللي أنا حاسس به ونواقف في مدينة العالمين الجديدة أنا مش مسدد أنا أول مرة فعلا أجيها وده من حظ يعني أن الدورة الاستثنائية هو اسمه مهرجان القاهرة للدراما عشان يتعمل في العالمين فدي دورة استثنائية أنا بعتبر نفسي محظوظ أن أنا موجود في هذا المكان نفسي كل مصري يشوف مدينة العالمين الجديدة عشان يبقى فخور ببلده حقيقي وبشجع الفكرة أنها تتكرر مرة واثنين وثلاثة علشان نلقي الضوء على مصر الجديدة اللي احنا بنعيشها هذه الأيام الحقيقة هي دورة استثنائية بنواكب العالمين بنواكب هذا المهرجان واحتفالية كبيرة جدا عبر حوالي أكتر من شهر ونص يعني أعتقد أنه هنكون أمام حدث مهم جدا العالم كله هيتفرج عليه أنت أشبه بالدول الأوروبية زي ما قالت تفضلت مدام إلهام شهين أنت كأنك في نيسيا كأنك في كان أعتقد هي دورة استثنائية ولكن ستعود من نفع كثيرا على مصر وعالفن وعلى السياحة